نناقش هذا الموضوع مشاهدين مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ أكتاي ألماز المحلل السياسي التركي مرحبا بك سيد أكتاي هذه الخريطة لو تشرح لنا كيف هي الاتفاقية بين ليبيا وتركيا وعلى ما نصت نعم تحياتي الطيبة لكم ولجميع المشاهدين طبعا هذه الاتفاقية لتحديد الحدود المائية بين الجمهورية التركية وبين دولة ليبيا وكذلك تركيا دعت الأطراف الأخرى المعنية بهذه المسألة لأن هناك دول أخرى في هذه المنطقة منطقة الشرق المتوسط مثل مصر واليونان والأطراف الأخرى ولكن هذه الأطراف تجنبت من المشاركة في هذه الاجتماعات لتحديد الحدود المائية لكل الدول بل ماذا فعلت؟ استفادت اليونان من الخلاف التركي المصري والخلاف التركي الإسرائيلي وشكلت جبء ضد تركيا من جانب واحد وحاولت رسم الحدود المائية تحديد الحدود المائية بمفردها الأمر الذي رفضه تركيا والليبيا طبعا وتم الاتفاق على تحديد مناطق النفوذ المائية وتحديد الجرف القاري بين البلدين طبعا انطلاقا من أساس أن في تحديد المناطق الحدود المائية الأساس هو الخط القاري وليست الجذور كما تفعل يونان نريد في البداية سيد أكتري إذا سمحت لي ما هي الاتفاقية وعلى ماذا مصت وما هو الخلاف ما الذي دعا مصر للاختلاف أو رفض هذه البنود ما هي البنود لا يوجد شيء يستدعي الاعتراض اليوناني أو أي أفن المصري أو أي دولة عربية بل اليونان وسعت حدودها المائية نفوذها المائية ضد جميع هذه الأطراب ضد جميع هذه الدول بما فيها ليبيا ومصر والدول الأخرى هذه الاتفاقية وفرت يعني أولا ما هي الاتفاقية الاتفاقية بكل البساطة رسم وتحديد الحدود المائية بين البلدين فقط لماذا؟ لأن هناك حاجة لتحديد الحدود المائية لأن اليونان قامت بتحديد هذه المناطق لمصلحتها ضد الدول الأخرى ضد ليبيا وضد مصر وضد تركيا ولكن هذه الاتفاقية وفرت حوالي 39 ألف كيلو مربع لليبيا وكذلك حوالي 20 ألف كيلو مربع لمصر والدول الأخرى إذن أفهم الإنزعاج اليوناني لأنها حاولت غصب حق الدول الأخرى في المتوسط ولكن يعني لا أفهم أبدا لماذا تعترض مصر لماذا تعترض الدول الأخرى هذه المصلحة تركيا ولا هذه الدول طيب ماذا فعلت يونان يونان استهتهت اعتبار الجزر في تحديد الحدود المائية ووسعت ودودها إلى ما لا يعقل يعني إلى حد غير معقول ولكن هذه الخطوة الثنائية التركية الليبية وضعت حدا للأطماء اليونانية ولمحاولة تحويل البحر المتوسط إلى بحيرة يونانية في الحقيقة وأنقذت الحقوق التركية والليبية والمصرية ولبنانية وفلسطينية كذلك طبعا قد تستفد كذلك الإسرائيل منها ولكن باعتبار أن إسرائيل ويونان ومصر شكلت جبهة معادية للتركيا هذا هو السبب الحقيقي للإنزعاج من هذه الاتفاقية ما الذي سيعود أيضا على التركيا بناء على هذه الاتفاقية ما أفهمه من الخريطة وما قرأت في هذا الموضوع سيد داكتاي أن معظم الغاز والبترول في هذه المنطقة قرب منطقة قبرص هل تستطيع تركيا بناء على هذه الاتفاقية أو بناء على هذه الانفراجة التي حدثت بينها وبين ليبيا في هذا الخط الواقع بين ألف وباء هل تستطيع التنقيب في منطقة الغاز بكل تأكد هذه الاتفاقية تؤمن الحقوق التركية المائية في المتوسط يعني قبل هذه الاتفاقية كانت وضعت اليونان خريطة تظهر كل هذه المناطق بسيطرة اليونان أو في مناطق النفوذ اليونانية ولكن هذه الاتفاقية أوشلت هذه المحاولة تأتى المناطق التركية من هنا تبدأ إلى هنا كانت اليونان فرضت نفوذها المائية إلى القرب من المياه الليبية إذن بهذه الاتفاقية طبعا تم الموافقة عليها من قبل البرلمان التركي وضق عليه كذلك الرئيس التركي كما أعلن أليا وتم إرساله إلى الأمم المتحدة لتأخذ الطابع القانوني الدولي لا تستطيع اليونان بعد ذلك تغيير خريطة المنطقة من جانب واحد هذا أولا ثانيا تؤمن حقوق بلدان المنطقة ثالثا تستطيع تركيا كما كانت تفعل الكبرس الرومية واليونان الآن تركيا تستطيع تمتلك حق توزيع الرخص للتنقيب للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة في منطقة نفوذها للشركات الأجنبية يعني تحديد ماذا نستفيد من تحديد الحدود المائية تكون حق للتركيا التنقيب والبحث عن مصادر الطاقة مثل النفط والغاز وكذلك التوزيع الرخص للشركات الأجنبية إذن هذه الاتفاقية حققت مصلحة كبيرة لتركيا وليبيا معا ولكن يعني طبعا اعتراض بعض الجهات المتمردة في ليبيا على هذه الاتفاقية تظهر جيدا بأن هذه الجهات التي تحاصر مدينة طرابلوس وتقصف المدنيين لا تعمل لأجل المصلحة الليبية بل تعمل لأجل الجهات الأجنبية ولذلك يعني هذه الاتفاقية وفرت لتركيا وليبيا مصالح كبيرة حالة الانسجام القوية الواضحة جدا خلال الفترة الماضية بين حكومة الوفاق أو ليبيا وبين أنقرة البعض يربط بين هذا الانسجام السياسي والاستراتيجي وبين الحرب الدائرة الآن في طرابلوس من قبل حفتر على العاصمة الليبية والدعم الإقليمي لحفتر وخاصة من مصر والإمارات هل تعتقد أن هناك ثم ترتباط بين الحرب الدائرة في ليبيا وبين هذا الاتفاق أقصد الاتفاقية البحرية والأمنية بين البلدين بكل تأكد تركيا تعمل مع الحكومة الليبية المعترفة بها دوليا يعني عندما نتحدث عن حكومة الوفاق هذه الحكومة الحكومة الشرعية الوحيدة التي تستطيع تمثيل ليبيا ولذلك تركيا تتعامل مع هذه الحكومة لهذه الاتفاقية الشقين الشق المتعلق بترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين مع الحكومة الوفاق باعتبارها الممثل الشرعي للدولة الليبية وكذلك الشق الآخر هو التعاون الأمني والعسكري بموجب هذه الاتفاقية تركيا طبعا ستدرب القوات الليبية الشرعية وتدعم الاستقرار والأمن في ليبيا وهناك جهود تركية لعدم السقوط طبعا عسمة الليبيا أمام العصابات أو الجماعات المسلحة المتمردة أما الدول الأخرى خاصة النظام القائم في مصر عفوني الموضع لكن هل أفهم من كلامك يا دكتور سيد أكتري أن أنقرة ستدعم بالسلاح؟ لا هذا يعني ضعم الأمن والاستقرار بليبيا لا يعني إلا إرسال السلاح بل هناك ستكون التدريب للقوات الليبية وتجهيزها والاستشارات الأمنية هذا لا يعني تسليح لأن تسليح ممنوع بقرار الأمم المتحدة أما القوات الأخرى الإقليمية يعني تركيا تدعم الحكومة الشرعية أما مصر ودولة الإمارات وفرنسا تدعم القوات المتمردة على الحكومة بالسلاح وبالعتاد وبكل شيء حتى هناك يعني هذه القوات تعتبر طبعا متمردة تحاصر العاصمة وتقصف المدنيين هناك وحدات مرتزقة من روسيا تصاهم في قتل يعني تم جلب هذه القوات لقاتل الشعب الليبي يبدو من كلامك سيد أكتري أن الموضوع متشابك وهناك مجموعة من الدول متداخلة فيه بناء على مصالحها اليوم السيد أردغان يتحدث عن أن مؤامرة كانت تحك في المنطقة وبهذه الاتفاقية أفشلت تركيا وليبيا هذه المؤامرة في البحر المتوسط ما هي المؤامرة التي تحدث عنها الرئيس المؤامرة بداية في تشكيل جبهة معادية تشكيل جبهة بين الدول التي أو بين الأنظمة فلا نقول الدول لأنها ربما هذه الأنظمة مثلا النظام الحالي في مصر لا يمثل الدولة المصرية الكبيرة والشعب المصري هناك أنظمة شكلت جبهة معادية ضد تركيا وحاولت رسم وتحديد الحدود المائية تجاه المصالح التركية الآن هذه الاتفاقية الثنائية المحاولة التركية الليبية أفشلت وأبطلت كل هذه الجهود لهذه الدول إسرائيل واليونان ومصر حاولت الإضرار بالمصالح التركية ولكن هذه الاتفاقية قلبت الطويلة على هذه الأطراف هذه كانت المؤامرة والاتفاقية أفشلت هذه المؤامرة في عجالة سريعة جدا سيد أكتاي البعض يقول أن سيد أردوغان وتركيا سيدفعان الثمن غاليا بناء على ما يفعلون في المنطقة هل تعتقد أننا نتقدر على ذلك يعني الكل يهدد الكل يعني تركيا دولة كبيرة إقليمية لا يمكن رسم خريطة البلاد أو تحديد مناطق النفوذ بدون مشاركة تركيا هذا كان خطأ هذه الدول التي حاولت رسم المنطقة من جديد بدون مشاركة تركيا تركيا دولة قوية وأردوغان بالنهاية هو الرئيس المنتخب من الشعب التركي ولا يمثل نفسه يمثل الدولة التركية والتركيا دولة المؤسسات هذه ليست مسألة أردوغان الشخصية أردوغان رئيس الدولة التركية وتركيا دولة المؤسسات والدستور ولذلك تركيا قادرة يعني الجيش التركي من أقوى الجيوش العالم والجيش الثاني في الناتو يستطيع حماية المصالح التركية أمام هذه التهتطات والمخاطر سيد أكتاي يلمز المحلل السياسي التركي شكرا لك على هذه المشاركة أشكركم